دي زي ما كنتش موجود في مباراة النهاردة دي عشان ما حدش يتكلم كتير في الحتة دي وانت يمكن انا سمعتك الاسبوع اللي فات او من ثلاثة ايام كان معاجد فين كرام ومحترمين اتكلموا في حتة او انت اتكلمت في حتة المستحقات او 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 ده كان عمر جبالة تحديدا زي ما اننا العزيز هو اتكلم في النقطة دي عمر جبالة او احمد الهوار اللي جاي دلوقتي برضو اتكلم فيها وزي مايلنا كلهم اخواتي يعني وطبعا من الصحفيين المحترمين صحاب الانفراضات الجامدة جدا طبعا ابو علي وعمر اوال طبعا انا حاضر حاجات انا حاضر حاجات خاصة ببعض اللعيبة اللي موجودة في النادي بصفتي قريب منهم بصفتي زيزو عنده كان عنده مشكلة مستحقات اه بس زيزو راجع من المنتخف فعلا عنده كادمة في مسترجل زيزو اللي رفض سفره الراجل لانه راجل زعلان منه دي مفاجأة دي انا ومرة دي اسمعه ليه زعلان منه لان زيزو في فترة القياسات ما حضرش اه او حضر ومعملش او غاب يومين بسبب موضوع المستحقات اه تحل جزء كبير جدا 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 وخلصت خلص بعد من الفرق سفر موضوع المستحقات كاملة اه كل المستحقات لو عايزة خلص زيزو قد تكون المستحقات اه اللي انا عرف دي نقطة مهمة وجديدة برضو وانت قلت لك كمان نقطة مهمة جدا ان عدم سفر زيزو ليه جبوتي او لتنزاني لمواجهة ارتس والاري الجبوتي كان بسبب ان قرار او بقرار من اه المداري بوسوريو عشان زيزو محضرش القياسات اه اه ما عملهاش ده لسه عملها من حوالي يومين بس بس يعني همشي الاسابة يعني ممكن يكون هاو رجع من المنتخل عنده مش كالف رجلية بس دي ما تمنعوش يلعب لا ما تمنعوش بنسبة مية في المية كان يقدر يلعب كان يقدر لو الراجل عايزه كان خده كان خده طيب دي نقطة الادارية بالنسبة لزيزو بس النقطة الفنية هل اصبح مستوى الزمالك متعلق اولا واخيرا بيوجود زيزو في الملعب عندك احسن عايز في مصر ليه عيب يا كبتر اه عندك ما اخد بالك ما الفرقة تفراغت يا كريم اه يا جماعة احنا مش هندحق على بعض الناس اللي قبل كده فراغت الفرقة بمزاجها بقى غزمنا انا هم اعرفش اه دمك خفيف على قلبي هتوعد عملت مشكلة معايا هطيرك هقول عليك كلام هعملك هسوير حاجات كتير جدا جدا ما كانتش اتصح انها هتعمل في فرقة انت اللي بنيها هم انت اللي بنيت الفرقة دي طب بتهدها ليه هم عندك مشاكل مع كريم حلها هم كريم زعلان منك حل يشوف ايه المشكلة هم طبما انت حلت مع عزيزو قبل كده هم ما حلتش ببقية اللعبة ليه هم ما جبتش ما جبتش امام عشور ده قبل ما يمشي على طاق على الدنمارك قلت له تعالى وانت عارف ان هذا ملكاوي تعالى حبيبي عايز ايه عايز عشرة خد هم عايز كذا خد وكان عندك المقدرة ان انت تعمل دي فانت فرخت الفرقة خد بالك في وقت ملاقوات قاعد بتفرج على التلفزيون انا وابني بيقول لي حاجة غريبة جدا بقول لي يا بابا ببصوا الاحتياطي بتاع الزمالك كان مصطفى فتحي كان شكبالة من ثلاث اربع سنين كان فترة من فترات مصطفى محمد كان كان انت عندك الاحتياطي لعب قاسين في احسن حتة دلوقتي صح دلوقتي تعالى اتفرج على اسري هو بيعمل التغيرات حد فهم حاجة؟ لا ما انا بقول لك هو بالطري نازل اتنين وسط ملع مدافعين عشان يعوض اتنين تمانيات عشان يعوض الخسارة بهدفين حد فهم مش هناصره جميل بر عندك حلول بره على الدكة لا تقدر تحللك ده انت النهاردة النهاردة الاساسي بتاعك اه بيلعب منتخب قليم بكاباكليفت بس في الاخر انت يعني يعني مش فتوح مش فتوح ولا قريب من فتوح لسه يعني ولا غلط فانت في فرق مستوى كبير جدا بين اللي بيبدأ واللي قاعد بين اصلا اللي بادئ واللي بره خالص فالموضوع مش لا لا الموضوع نادي الزمالك تفرغ جريبا تفرغ بجد